السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا مرحبا بكم في التمرير الرقم 12 من سلسلة تماريل للاشتراك. في هاد التمرير هنحاول نشوفو كيفية حساب مشتقة دوال. اذا احنا عدنا دوال مكتوب على شكل قوة عدد جدري. وعدنا دوال مكتوب على شكل جدر من الرزبعان. اذا غنبدو باول حالة قبل ما نبدأ غنحاول نشوفو حتى التبكير. اذا الجدر جدر ديال اكس من الرزبعان. جدر ديال اكس اسام من الرزبعان. هاد الكتابة هذي كنكتبها لشكل اكس اسام على ان. احنا ابتع بيتحال اكس ستكون تخالف السفر. يعني اكس اكبر قطعا من السفر. وكذلك العكس. فيمكن لقاء مسلا اكس اسام على جوج. اذا اكس ستكون طبيعة الحال دائما مجابقة عن. فيمكن انكتبها لشكل جدر جوج. اذا اكس اسام ثلاثة. جدر من الرطبة جوج ديال اكس اسلاثة. اذا دائما العدد اللي كيكون في القاسرة هو الرطبة ديال الجدر. بالنسبة للاشتقاق. للاشتقاق يمكن لنطبقها لها هاد العلاقة هذي اف و اس ار. الشتقاق ديالها هو ار اف بريم اف و اس ار ناقص واحد. اذا ممكن لديك راح التعبير اس. واحد العدد. كنت اللي نطبقها لها هاد العلاقة هالي. بالنسبة لل اكس. اكس حالة خاصة. اذا اكس بريم اذا هي اكس. او ار اكس بريم اكس اس ار ناقص واحد. واكس بريم هي واحد اذا كتبقنا هي ار اكس اس ار ناقص واحد. اذا بالنسبة للحالة الاولى مهما يكون اكس كين سامي زيرو. لدينا افل اكس. تساوي اكس اس خمسة على سبعة. اذا دري في. اذا شنجلنا هي اس خمسة على سبعة. اكس اس خمسة على سبعة. ناقص واحد. اذا خمسة على سبعة. اكس. اذا خمسة على سبعة ناقص واحد هي اكس اس جوج على سبعة. نضغط نبوحه المقامات. لهو سبعة على سبعة. اذا هي اكس اس ناقص جوج على سبعة. اذا نستفع بان اوسناخص ان هي واحدة a موسان. اذا خمسة على سبعة اذا هاد Gasol لها هي واحد على اكس وسجوج على سبعة وده باقي يمكن لنكتبع نطبق هذه العلاقة ونكتبع لشكل جدر من الرطبة آن إذن هي خمسة على سبعة واحد الجدر ديال إكس إذن الرطبة كتكون هي اللي كتكون في الكسر إذن إكس وس إثنان الجدر من الرطبة سبعة ديال إكس وس إثنان الحالة الثانية نفس العملية نطبق نفس المراحل إذن مهما يكون إكس كي نتعامي للسفر كي نتعامي أف بريم كتسوينا إكس وس جوج على خمسة بريم إذن هي جوج على خمسة إكس وس جوج على خمسة ناقص واحد إذن نستطل كتابة جوج على خمسة إذن إكس كي نوحده المقامات إذن جوج ناقص خمسة هي ناقص ثلاثة على خمسة إذن نفس العملية إذن هي واحدة على إكس وس ثلاثة على خمسة إذن نجوج على خمسة إذن نحاول نكتب على شكل الجدر من الروسبة خمسة إذن جدر إكس الجدر من الروسبة خمسة ديال إكس وس ثلاثة آخر عملية إذن مهما يكون إكس كتنتمي سافر سائد للنهاية أف بريم ديال إكس ديال جدر إذن هاد جدر إكس من الروسبة ثلاثة كيمكن لنكتب على شكل إكس وس واحدة لثلاثة إذن نضبقها لها نفس القائدة إذن هي واحدة لثلاثة إكس وس واحدة لثلاثة ناقص واحد إذن واحدة لثلاثة إكس وس واحدة لثلاثة ناقص واحد إذن ناقص جوج على ثلاثة إذن عدنا الأس ساليب إذن كنفجعه قناة بطول البس تكون حييد ناقص إذن هي جوج على ثلاثة إذن واحدة لثلاثة واحد إذن الجدر عدنا جوج على ثلاثة إذن دائما نقسمه على الرسبة إذن هي جدر جدر من الرسبة ثلاثة كملاحظة هذه العمليات يمكن أن نحسبها باستعمال هذه الجدر من الروس بأن إذن بريم شنو كتساوي؟ كتساوي أن هي بريم على أن الجدر من الروس بأن ديال يمكن أن نقوم باستعمال هذه العمليات يمكن أن نقوم باستعمال هذه العمليات إذن نحاول أن نطبق هذه العلاقة على آخر المثال إذن لدينا فريم كتساوي أن الجدر من الروس بثلاثة إذن شنو كتساوي قلنا هي إكس بريم الرطبة هي ثلاثة الجدر الرطبة ثلاثة كذلك إكس وهنا داخل الجدر أو لا ندروا القوص بحال نفس كتابة ندروا ثلاثة ناقص ماذا ناقص واحد إذن ثلاثة ناقص واحد هي جوج إذن إكس بريم هي واحد على ثلاثة الجدر من الروس بثلاثة ديال إكس والجوج إذن كما كتلاحظوا وراء القيناة نفس النتيجة وبالتالي ممكن لكم تدروا طريقة اللي كتبتحوا لها ترجمة نانسي قنقر